بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطول مع هذه النجاحات التي تتتابع في بلادنا المملكة العربية السعودية ومن خلال برنامجكم برنامج المجد الوطن الذي يبث عبر قناة المجد نستعرض اليوم العديد من المنجزات الوطنية المختلفة والمتنوعة وبادي أن ذي بده معي في الاستوديو الأستاذ والإعلامي نايف الحربي وهو الكاتب الإعلامي الصحفي المعروف أهلا ومرحباك سيدنا أهلا بك وأهلا بمتابعي قناة المجد وأنا حقيقة سعيد بهذه الاستضافة معكم وأنتم دائما قناة المجد يعني كما يقال تتابعون الأحداث أولا بأول الله يحيك ونحن شاكلنا أيضا استجابتك في دعوة البرنامج والتي دائما سيدنا ينورنا في شبكة المجد وفي برنامج المجد الوطن بين فينتين وأخرى فأهلا ومرحبا بك أهلا سيدنا نايف ونحن اليوم نتحدث عن جائحة كورونا واليوم المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي حصلت على هذا اللقاح وبدأت ولله الحمد بأخذ هذا اللقاح للعديد من المواطنين عبر سلسلة من الإجراءات تنفذها وتقوم بها الوزارة الصحة هل ممكن نتحدث عن بداية عن دور المملكة العربية السعودية في مكافعة هذا الفيروس؟ أولا خلنا نتحدث عن فيروس كورونا الذي اجتاح أكثر مئتي دولة على مستوى العالم تضررت دول أوروبا بكبرها ما استطاعت أن تواجه الجائحة وأعلنت أنه خارج السيطرة بينما المملكة العربية السعودية وبحقيقة توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله وولي العهد الأمين محمد بن سلمان على احتواء هذه الجائحة فكانت الخطط تسبق حتى وصول أول حالة إصابة بالمملكة العربية السعودية شفنا كيف استعداد المملكة يقاف الطيران يقاف حقيقة المناشط جميع الملاعب الرياضية كذلك حتى الصروات في المساجد الموسم العمرة وما إلى ذلك وتتتابعت الإجراءات الاحترازية حتى والله الحمد وصلنا اليوم اليوم ما سجلنا إلى 119 حالة هذا يدلك دلالة واضح أن المملكة العربية السعودية لديها الاستعداد لديها جاهزية المملكة بيت خبرة المملكة لديها والله الحمد قطاع وزارة الصحة يعني يعتبر من أفضل قطاعات الصحية على مستوى العالم كيف جهز المستشفيات التواقم الطبية وهالجيش الأبيض اللي حقيقة يعني قدم الكثير والكثير لكن عندما العالم العالم هو من يتحدث عنك أفضل رسالة نسمعها نسمعها من العالم الذين يقولون نحن نريد مثل المملكة العربية السعودية ومقادة الدول الدول العشرين نعم عندما رأسة المملكة رئاسة المجموعة العشرين كذلك شفنا العديد من الوراش والعديد من المؤتمرات والعديد حقيقة من اللقاءات وأحديث لرؤساء دول وأحديث لمسؤولين لمنظمات دولية أكثر من ثلاثمائة منظمة على مستوى العالم تشيد بالمملكة العربية السعودية بل وتطلب أنها تستفيد من تجربة المملكة المملكة لديها مفاتيح نجاح والله الحمد كيف حقيقة وخاصة ما يتعلق بالأزمات بحكم الحج والله الحمد والمملكة لديها والله الحمد إدارة الحشود وطب الحشود وتعرف كيف تتعامل مع الأمراض والأوبيئة وطواقمها الطبية مدربة ولديها طواقم حقيقة طبية سواء سعودية أو غير سعودية الذين عاملين في المملكة العربية السعودية وحتى كانت لهم بشرة من الخادم الحرمين الشريفين لأسر المتوفين بسبب فيروس كورونا يعني يوجه بصرف خمسمائة ألف ريال لكل رب أسره توفى بسبب هذا الفايروس من العاملين سعوديين وغير سعوديين لكن المملكة العربية السعودية مثل ما ذكرت أنت في ذلك قالت الإنسان أول نعم لأن المملكة العربية السعودية وهي قايدة العالم الإسلامي والعالم العربي والمملكة التي تطبق الشريعة والتي تعلم لأن الإسلام حثا على ذلك المملكة يعني تمشي على الرسالة السماوية رسالة الإسلام رسالة الأمن رسالة الأمان الإسلام الذي يضمن الضروريات الخامس ويحمي الإنسان من كل شيء من ضمنها الفايروس الفايروس هذا لا يعرف لا صغير ولا كبير ولا يعرف دولة غنية من دولة فقيرة ولا يعرف دولة إسلامية من غير إسلامية هذا مرض يجتاح جميع دول الآلة مؤثر وشل الاقتصاد لكن المملكة والله الحمد شفنا خلنا ناخذها على الجانب الاقتصادي 177 مليار ريال قدمتها المملكة العربية السعودية لإحتوى هذا الفيروس وزارة الصحة خصص لها لا يقل عن 47 مليار ريال للأبحاث للدراسات لحقيقة للمشاركة مع الدول وتجهيز المستشفيات حتى نعليها مركزة أغلب مستشفيات المملكة 270 مستشفى حكومي جهزت بطواقمها وجهزت بحقيقة تجهيزات الطبية وأصبح العلاج في جميع مناطق المملكة أو استقبال المريضة والمصاب بالفيروس حتى وصلنا إلى أن نسبة الشفاء وصلت إلى 97% وهذه ما هي موجودة في جميع دول العالم شفنا الخارطة العالم التي نشوفها الآن بالثانية تتجدد نجد المملكة العربية السعودية والله الحمد رغم أن كان وصلتنا إصابات وأصبح العدد نسجل 5000 وزيادة الآن وصلنا إلى أقل الحالات وبإذن الله سنسجل حالة صفر اليوم إحنا 100 وكسرين 119 أنت تتكلم إن شاء الله وبإذن الله سيأتي يوم ونجس على الكرسي أمامكم من خلال قرية المجل وأنتم تتحدثون عن صفر من الحالات لكن نحن نتحدث عن إجراءات نحن نتحدث عن أكثر من 7 أشهر أو 8 أشهر من العمل الدأوب قطاعات الدولة القطاع الخاص أكثر من 18 القطاع يجتمعون بشكل يومي مؤتمر صحفي يومي كان يتحدث عن الجانب الأمني الجانب الصحي المؤسسات الدولة جميعها التعليمي التعليمي وغيره التعليم عن بعد 6 ملايين طالب وطالب اليوم أنهوا جزء منهم اختباراتهم عن بعد عن طريق هذه التقنية ويدلك دلال أن المملكة أصلا متجهزة وجاهزة لأن المملكة لديها بنية احتية قوية في الإنترنت في إنترنت الأشياء في التجهيزات كاملة وهذا يجعلنا كسعوديين فخورين نفخر بقيادتنا ونفخر حقيقة بمواطنينا ونفخر حتى منهم موجدين على أرض المملكة العربية السعودية الذين قال عنهم خادم الحرمين الشريفين موجه بعلاج السعودي والمقيم والمخالف الذي خالف الأنظمة ودخل المملكة بطريقة غير مشروعة أو أنه لم يقوم بتجديد إقامته وحصل لما حصل ومع ذلك تعالوا يا مرحبا ويقدم لها العلاج بدون أي مساءلة قانونية الحديث عن فايروس كرون وعن نجاح المملكة أنا أعتقد أنها قصة نجاح تروى قصة نجاح لا زالت وستروى سيسجلها التاريخ للمملكة العربية السعودية ولقيادة المملكة ولمواطني المملكة والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية الكل يفاخر قبل كم يوم اتصل في أحد الأخوة من فلسطين ذهب وأخذ جرعة الفايروس قال والله العظيم أني أقولها بدون مجاملة من الاتصال الذي حضرني سجل طبعا اسمع عن طريق صحتي اللي هو التطبيق لا تمسك سرى ولا شيء يدخل وكأنك على قولتهم يعني في من خلال التطبيق يقول ذهبت فاستقبلوني بالورود واستقبلوني بالكلام الطيب واستراحة وبعد ذلك أعطيت الجرعة حتى أني حتى أثناء خروجي هناك يعني زي ما تقول حفاوة وكذلك استقبال وكلام طيب ومكان مجهز وتعقيم والله يثني ويذكر أن المملكة العربية السعودية وطبعا هذه شهادة يعني هذا شخص واحد فما بالك من من رأيناهم يعني أثناء وزير الصحق شفنا كيف النساء شفنا كيف الرجال شفنا كيف المقيمين وهذا ما غير مستغرب على فكرة أنا والمستمعين والمشاهدين لا يستغربون ذلك لأنهم يعلمون أن المملكة العربية السعودية عندما قالت الإنسان أولا هي تعيذان هي كذلك دائما في ثنائي حدي اتكلمت عن دور القيادة يعني خادم حرمي الشريفين حفظه الله وكذلك سمولي عهده حفظه الله تعالى المتابعتهم وحرصهم وجهودهم التي تحمي هذا الإنسان وتحافظ عليه في المملكة العربية السعودية وفي غير أحد من الدول العالم كان هناك جهود بارزة وواضحة وكان من اليوم من أواخرها خلال اليوم الماضي ولي العهد ومبدرتها الخاصة حينما ذهب بنفسه لأخذ هذا اللقاح أمام الجميع وأمام الكل لكي يقول نحن أيضا معكم أمام هذه الجائحة وبادر مبادرة كانت مسمعة على أوساط العالم وفي داخل المملكة العربية السعودية حتى أن أرقام التي شهدت وتضاعفت في التسجيل في وزارة الصحة خمسة أضعاف ما كان قبلها من مبادرته وفقه الله رسالة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله سلامتكم أسمى أهدافنا وكانه يقول وهنا الآن أمامك الصورة نعم وهذه الصورة التي نشاهدها من خلال قناة المجد وإن شاهدها المشاهدين هي تدلك وتعطيك الصورة الصورة 50% من الخبر هي من الصورة الصورة التي أماما لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحقيقة عدد من القيادات وكذلك أمراء المناطق وهم يأخذون هذه والوزراء وكذلك عدد من أصحاب السموع والمشهورين والمعروفين بالمملكة العربية السعودية ممثقفين ومم إعلاميين لكن الصورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يتلقى أول جرعة وكأنه يطمئن شعب المملكة العربية السعودية والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية حتى وكالات العالم نقلت هذه الصورة بصفحاتها الأولى وهي رسالة تطمنا ليس فقط للشعب السعودي للشعب العالم هذا اللقاح وهذا التطعيم يعني كان هناك أكثر من نوع من التطعيمات موجودة على مستوى العالم لكن المملكة لديها هيئة الغذاء والدواء التي درست هذا المصل وعرفت حقيقة قيمتها الطبية وعرفت مأمونيتها لأن هذا الدواء مأمون وزير الصح عندما أخذ هذا الفايروس قال نحن نثق بالخبراء العالميين ونثق بخبراء المملكة العربية السعودية ونثق بهيئة الغذاء والدواء التي اختارت لنا هذا النوع من اللقاح وهو نوع الله الحمد آمن وحتى الوزير قال تضاعف خمس مرات عدد المسجلين على تطبيق صحة يدلك أن الأبناء المملكة العربية السعودية ومن هم مقيمين على المملكة السعودية رأوا صورة ولي العهد هذه الصورة وهذه الرسالة لإنقادة المملكة العربية السعودية دائما يقدمون لنا رسالة في جميع الأعمال في الأعمال الحقيقة الاجتماعية في الأعمال الخيرية في الأعمال الإنسانية في الأعمال التطوعية في حتى المناسبات الدينية يعني في الحج في رمضان في مواسم الأعياد نجدهم دائما يتقدمون الناس ويشجعوننا ويقولون لنا نحن نقدم لكم هذا الدواء ونقدم لكم هذا المصل بالمجان ونرى دول كثيرة للأسف الشديد سواء دول فقيرة أو حتى غير فقيرة لا تأبه بالإنسان هناك الحروب وهناك القتل وهناك القمع وهناك التشريد وهناك عدل اهتمام بصحة الإنسان لكن المملكة العربية السعودية وهذا يجعلنا حقيقة فخورين نفخر بقيادتنا ونفخر بخادم الحرمين الشريفين ولعهد الأمير محمد بن سلمان الذين أعطونا الكثير والكثير وهيئوا لنا وعملوا لنا مثل هذا المصل ودفعوا المليارات من أجل أن يجلب للمملكة العربية السعودية أفضل الأمصال وأفضل الأدوية وأفضل التجهيزات لأنهم دائم يحرصون على صحة المواطن يحرصون على صحة المقيم يحرصون على أن أبناء المملكة العربية السعودية يحرصون على أجود ما تنتجهه المصانع وينتجهه الخبراء الصحة على مستوى العالم للأسف الشديد عندما نرى بعض الدول التي يتهكمون حقيقة على عدد من الدول أو أنهم تجدهم يعني لا يأبهم بمواطنهم نجد أن المملكة العربية السعودية ولله الحمد بقيادتها وبحقيقة حرصها وبما تقدمه لأبنائها من خلال حقيقة طواقم طبية مدربة من خلال طباء يعني درسوا بأفضل الجامعات على مستوى العالم وهذه يخلينا نرجع قليلا بعض الطباء السعودين أول ما بدأت الجائحة رفضوا العودة للمملكة العربية السعودية قالوا نحن نعمل مع شقائنا في الدول التي حقيقة ندرس فيها مثل في فرنسا أكثر من خمسمائة طبيب سعودي أو في أوروبا بشكل عام رفضوا العودة للمملكة العربية السعودية قالوا نحن مع الطواقم الطبية بينما عدد من الدول الأخرى غادروا هذه البلدان خوفا لأن الطبيب السعودي والمواطن السعودي حقيقة دائما مساهم ودائما مبادر والسعوديين والله الحمد وخاصة في العمل الخيري المواطنين السعودي والمقيمين وكل من هون عارض المملكة وقيادتنا والله الحمد نحن المملكة العربية السعودية تدفع خمسة بالمئة من ميزانية للأعمال الإنسانية شفناها قدمت حتى من خلال الفايروس كورونا قدمت خمسمائة مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية ساهمت مع عدد من الدول مع فلسطين مع الأردن مع اليمن مع عدد من الدول الفقيرة حتى الدول الصديقة الصين أوصلت لها المملكة الحقيقة عدد من التجهيزات الطبية الخاصة بكورونا مثل أجهزة التنفس وكذلك بعض الأدوات التعقيم ومستلزماتها وما إلى ذلك اللي بيتكلم عن الموضوع هذا يحتاج لها حلقات وحلقات حتى نتحدث عن ما قمنا ليست فقط هي كما يقال هي بس كلام الصور تشهد في ذلك والدول تشهد في ذلك لا شك نحن نشاهد اليوم جهودا كبيرة موزعة العديد من القطاعات وكانت وزارة الصحة في المنصة اليوم وفي المقدمة في حرصها والإجراءات التي تقوم بها والمستشفيات وتهيئتها إلى اليوم اللقاح كيف يوزع على مناطق المملكة ويبدأ البدء به والجدولة التي تهمها بدأوا من العاصمة المنطقة الشرقية قبلها المنطقة الغربية عندنا 13 منطقة 134 محافظة 20 ألف ما بين قرية ومدينة وهجرة بإذن الله يعني تقريبا سكان المملكة تقريبا 32 مليون ما بين مقيمين ما بين سعوديين ومقيمين السعوديين تقريبا 21 مليون و14 مليون من المقيمين بإذن الله سيحصلون على هذا اللقاح الآمن المأمون الذي قيمة عليه الدراسات والأبحاث حتى وصلوا أن هذا اللقاح هو الأفضل على مستوى العالم هذه المملكة العربية السعودية عندما تقدم مثل هذه الأمصال لكن هناك للأسف الشديد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال بعض الناس الذين للأسف يتصدرون بعض وسائل الإعلام الجديد يحاولون التقليل من المصل أو يحاولون يأتون بها القصص المفبركة وبعضهم يقول هناك ممرضة توفيت وبعضهم يقول إشعات إشعات غير صحية ومغرضة وأن اللقاح هذا تجربة فيكم وما إلى ذلك لكن عندما ولي العهد أخذ هذا اللقاح وقادة المملكة العربية السعودية ومراء المناطق وقبلهم وزير الصحة وكأنه يقول ترى هذا اللقاح وهو هي حقيقة وهو يقول هذا اللقاح آمن هذا المصل آمن المملكة تريد لكم بإذن الله يعني أن يكون هناك تحصين من هذا الفايروس وبإذن الله إذا وزير الصحة تحدث قال بإذن الله يعني إذا وصلنا إلى 80 إلى 70% من تحصين من هم موجودين على أرض المملكة العربية السعودية من سعوديين وموقيمين ممكن نستغني حتى عن الكمامة نستغني عن أشياء كثيرة لكن الآن مع اللقاح لابد من المحافظة على غسل اليدين التباعد لبس الكمامة هذه لازالت موجودة لابد من المحافظة عليها ولكن المصل هذا وقاية الجرعة الأولى وبعد 21 يوم الجرعة الثانية وبإذن الله ولله الحمد مملكتنا دائما تدفع الغالي والنفيس من أجل أبنائها ومن أجل المقيمين على أرضها وهي فخورة شفنا خادم الحرمين الشريفين من خلال ميزانية الصحة سميت ميزانية الصحة ليش؟ لأن هذه الميزانية نسبة كبيرة منها ستذهب إلى التجهيزات الطبية ستذهب لمعالجة يعني أثار جائحة كورونا لأن المملكة حتى عندما بدأت الجائحة تحملت تقريبا 60% من مراواتب السعوديين العاملين بالقطاع الخاص كذلك ساعدات وساهمات وعملات وحريصات وحتى في مجال البحاث عندنا ما شاء الله 40 جامعة على مستوى المملكة كذلك 17 عالميا على مستوى العالم تقريبا 2% من الأبحاث على مستوى العالم عن جائحة كورونا وعن العلاج كورونا وعن حقيقة الطرق في الوقاية من هذا الفيروس كانت من المملكة العربية السعودية نقول للمواطنيين نقول للمقيمين من الشاهدون على الشاشة افتخروا بوطنكم افتخروا بالمملكة العربية السعودية افتخروا بقادة المملكة العربية السعودية افتخروا بقادة الحرمين الشريفين وولي عهد الأمير محمد بن سلمان وقادة المملكة العربية السعودية الذين بذلوا الكثير والكثير بل أن المملكة تأثرت مثلها مثل دول العالم وشفنا ميزانية المملكة العربية السعودية تأثرت في هذا الجانب لأن البترول وحقيقة التجارة على مستوى العالم أصابها شلل تام السياحة أصابها شلل الطيران وغيرها وغيرها لكن لله الحمد للأمير المملكة العربية السعودية لا تنظر إلى ذلك تنظر إلى سلامة الإنسان وسلامة المقيم وسلامة حقيقة كل من هو على أرض المملكة العربية السعودية بل تعداها إلى ما هو مقيمين على مستوى العالم سبع مليار على مستوى العالم تأثروا حقيقة من هذه الجائحة وشفنا نسبة الوفيات في أوروبا عالية جدا ونزالت ونزالت ولازالت ولازالوا وهذا أعتقد أن السفير الدنمرق قال كانت المملكة تتعلم منا اليوم نحن نتعلم من المملكة العربية السعودية نحن نأخذ الدروس من المملكة العربية السعودية إذن ما قامت فيه المملكة العربية السعودية سيصبح يوما ما بإذن الله بل وأصبح سيدرس في الجامعات وسيدرس في المدارس ما قامت فيه المملكة العربية السعودية من احتواء ومن عمل دعوب ومن حقيقة استنفار لكافة قطاعاتها وليستعدادها وليستطاعتها أن تحتوي مثل هذه الجائحة لأن الجائحة أكبر من أي دولة هذه الجائحة أكبر من أي دولة يعني تخطت الدول وتخطت القارات والبحار ووصلت إلى أبعد دولة في العالم لكن المملكة العربية السعودية بقيادتها وبمسؤوليها وبخبرتها حقيقة استطاعت أن تقدم الكثير والكثير من أجل أن تحتوي هذه الجائحة لأن الجائحة بكل تأكيد بطريق أهل الزوار رغم أن المرض الآن يقول أن الفيروس بدأ يتحور وبدأت هناك شاعات جديدة وأخبار جديدة لكن الله سبحانه وتعالى بإذن الله سينقذ أمتنا وعالمنا من هذا الفيروس لأن النعم تدوم بإذن الله بالشكر أكيد بكل تأكيد نشكر الله سبحانه وتعالى نعم علينا واستطعنا من خلال هذه النعم الموجودة في المملكة العربية السعودية أن نتصدى وإلا دول أخرى وخاصة الدول الفقيرة والدول البسيطة والدول التي تعتمد على المساعدات تأثرا كبيرا جدا لكن المملكة من خلال رئاستها لدول العشرين شفنا كيف المبادرات مع الدول العشرين شفنا كيف حقيقة قدمت الكثير من المساعدات سواء مساعدات مالية ومساعدات عينية من تجهيزات طبية وغيرها ومن خلال دراسات وأيفاد خبراء سعوديين وكذلك الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية المملكة تنادي حتى العالم من يريد أن يستفيد من تجارة المملكة فالمملكة لديها حقيقة تجارب كبيرة جدا لديها أبحاث لديها مراكز متقدمة لأن المملكة تصرف لا يقل عن ستة مليار ريال سنويا في مجال الأبحاث والدراسات من خلال الجامعات من خلال المستشفيات لأن المملكة دائما هي تساند وتساهم مع العالم حتى يمكن شفنا أزمة اليمن يعني خاصة أن اليمن نعرف أن الحوذي استولى على السلطة هناك ولكن المملكة العربية السعودية أوقفت اطلاق النار وأعطت مبادرات وشفنا الشاحنات وهي تنطلق من المملكة العربية السعودية لتقديم المعونة لإخوتنا في اليمن وإخوتنا في الأردل وإخوتنا في فلسطين وإخوتنا بعدد من بلدان العالم الحمد لله وهذا ليس غريب على المملكة العربية السعودية في حرصها وعلى الإنسان الموجود على أرضها ثم على الإنسان الموجود في العالم من رسالتها الإسلامية العظيمة التي تحملها أنا شكرا لك أستاذ نائف على تعليقك على هذه الجهود الطيبة الرائعة من قيادتنا الرشيدة حول هذا اللقاح ومبادرة ولي العهد حفظه الله وسدده وبارك فيه وحفظ له صحته في أخذه لهذا اللقاح شكرا لك من الأعمال شكرا لكم وشكرا لقيادتنا التي دائما فعلا تقول الإنسان أولا وتعمل من أجلنا ومن أجل حقيقة صحتنا ومن أجل سلامتنا وتقدم لنا الكثير والكثير حتى أصبحنا ولله الحمد بمصاف الدول المتقدمة بل أننا حن في المقدمة المملكة العربية السعودية ولا نقبل المقدمة بإذن الله تعالى كان معي الأستاذ نائف الحربي وهو الكاتب الصحفي والإعلامي المعروف شكرا له مقدر تعليقه على هذه الجهود الرائعة والمميزة والفاخرة أيضا من وزارة الصحة ومن قيادتنا الرشيدة قبل ذلك التي تقدم الغالي والنفيس من أجل هذا الإنسان نذهب نحن وإياكم إلى فاصل ثم نعود إليكم وبالفخر يزدان مجد الوطن وأمجدها فوقها من الزمن وبالفخر يزدان مجد الوطن هنا مرقل المجد نحو العلا تجلى ضياء برحب الملا وفوق ثراه فؤادي سكن وبالفخر يزدان مجد الوطن منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى وأمجدها فوقها من الزمن وبالفخر يزدان مجد الوطن وأمجدها فوقها من الزمن وبالفخر يزدان مجد الوطن هنا مرقل المجد نحو العلا أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المجد للوطن على شاشة قناة المجد الفضائية أحب أذكركم بوسم البرنامج المجد للوطن على تويتر ومشاركة هذا اليوم هو المترجم للقناة